السلام عليكم رح نتحدث اليوم عن الدرس الأول من الفصل الثالث من الوحدة الأولى في كتاب الأحياء بعنوان أدوات تكنولوجيا الجينات وموادها في هذا الدرس رح نبين أهمية الأدوات والمواد الخاصة بتكنولوجيا الجينات رح نوضح كيف منستخدم هاي الأدوات ورح نتعرف على مفاهيم منها إنزيمات القطع المحدد، إنزيم الربط، إنزيم بالمرد دي أني متحمل الحرارة، منطقة التعرف، النهاية اللزجة، والبلازميد لكن قبل ما نبدأ بالدرس بدنا نشوف تكنولوجيا الجينات من منظور أوسع تكنولوجيا الجينات هو عبارة عن علم بهتم بدراسة مين؟ الدي أني كيف؟ الدي أني هو عبارة عن مادة وراثية بتنتقل من كائن لكائن طيب أنا مرات بكون في عندي صفات ممرغوبة أو في صفة معينة أنا بدي أحطها في هذا الكائن فبالتالي تكنولوجيا الجينات بأدواتها وموادها سمحت لنا إنه نعدل في صفات معينة فبالتالي بصرفي عندي تحسين للصفات الوراثية في الكائنات الحية في النباتات أو الحيوانات أو في الإنسان ممكن أني أمنع ظهور اختلال معين طيب حتى أقدر أطبئ تكنولوجيا الجينات بحتاج لأدوات ومواد اللي هي حناخدها بالدرس اليوم هاي الأدوات والمواد في إلها طرق للاستخدام رح ناخدها في الدرس القادم وهاي الطرق راح تأهلني إني أستخدمها في تطبيقات عملية في حياتنا اليومية ليش؟ لحتى أعدل الصفات الوراثية في الكائنات الحية طبعا في عنا في هذا الفصل أربعة دروسة الدرس الرابع هو عبارة عن الأبعاد الأخلاقية لاستخدام الأدوات والمواد في تكنولوجيا الجينات رح نجيله بتفصيل طيب إذن الأدوات والمواد باستخدمها بطرق معينة لحتى أطبئها في الحياة العملية طيب إذن شو السبب استخدام هاي الأدوات والمواد لحتى أعدل الصفات الوراثية في الكائنات الحية ليش؟ لأنه المادة الوراثية تنتقل من كائن لكائن فإذن ليش أنا باستخدم أدوات ومواد تكنولوجيا الجينات؟ لحتى أقدر أنقل المادة الوراثية من كائن حي لكائن تاني ليش؟ حتى أنقل المادة الوراثية بالصفة المرغوبة من كائن لكائن ما في هاي الصفة فبالتالي بعدل الصفات الوراثية في الكائنات الحية طيب شو هي أدوات تكنولوجيا الجينات وموادها؟ في عنا شغلتين إنزيمات الحمض النووي DNA ونواقل الجينات رح نتحدث أولا عن إنزيمات الحمض النووي DNA طيب هلأ الحمض النووي DNA وين موجود؟ موجود في داخل النوة؟ إذن هاي الإنزيمات وين رح تكون موجودة؟ رح تكون موجودة في داخل النوة لأنها خاصة في الـ DNA وبتشتغل على الـ DNA طيب شو هي الإنزيمات؟ وهذا الإشي اللي أخدناه بالأول ثنوي الإنزيم هو عبارة عن عامل حيوي مساعد خاص بمادة معينة بتكون من إيش؟ بتكون من بروتينات شو أهميته أو شو بيعمل؟ بيحفز التفاعلات الكيميائية داخل جسم الكائن الحي وبالتالي بيسرع هاي التفاعلات الحيوية دون أن تستهلك هاي الإنزيمات طيب شو هي إنزيمات الحمض النووي DNA؟ في عنا إنزيمات القطع المحدد إنزيم ربط DNA وإنزيم بلمرة DNA المتحمل الحرارة إنزيمات قطع محدد من اسمها قطع يعني شو رح تعمل؟ رح تعمل قطع في أجزاء محددة من الـ DNA هاي الإنزيمات حكينا هي خاصة في الـ DNA فبالتالي رح تعمل إنزيمات القطع المحدد رح تعمل على قطع أو فصل الـ DNA في مناطق محددة هلأ رح نجيله بالتفصيل إنزيم ربط DNA هو عبارة عن إنزيم بيربط سلاسل الـ DNA مع بعض برضو رح نجيله بالتفصيل إنزيم بلمرة DNA المتحمل الحرارة بلمرة يعني بناء يعني أنا بدي أبني نسخ من الـ DNA ليش رح نشوف لقدام؟ متحمل الحرارة يعني هو بيقدر يعيش في بيئة حرارتها مرتفعة برضو رح نشوف لما نحكي عن طرائق الاستخدام كيف أنا بستخدمه في تكنولوجيا الجينات هلأ رح نبدأ بإنزيمات القطع المحدد قبل ما نشوف هاي الإنزيمات كيف بتشتغل بدنا نعرف شو هي هاي الإنزيمات إنزيمات القطع المحدد هي عبارة عن إنزيمات خاصة فقط في قطع الـ DNA مين اللي بينتجها؟ تنتجها أنواع عدة من البكتيريا إذن مين بينتج إنزيمات القطع المحدد في عنا أنواع كتيرة من البكتيريا بتنتجها طيب ليش بتنتجها البكتيريا؟ البكتيريا بتنتجها لحتى تدافع عن نفسها كيف؟ شو هاي الأهلية؟ للإنزيمات البكتيريا لما تحس بخطر من فيروس رح تنتج إنزيم قطع محدد هذا الإنزيم رح يروح على الـ DNA تبع الفيروس ويهاجمه ويعمل في قطع في أماكن معينة فبالتالي رح تقدر البكتيريا إنها تتخلص من هذا الفيروس اللي هاجمها لأنه دائما لما بدنا نهاجم أي كائن منروح على الأساس تبعه اللي هو مثلا هنا عندنا الفيروسات منهاجم مين؟ الـ DNA مجرد ما خربنا الـ DNA للفيروس خلص انتهى عمله هلأ في عنا 3500 إنزيم قطع محدد قدروا العلماء إنهم يكتشفوا استخدموا هاي الإنزيمات في إيش؟ في تكنولوجيا الجينات طيب قبل ما نشوف كيف استخدموها بدنا نشوف على أي أساس سموا إنزيمات القطع المحدد أكيد بما إنه في عندي البكتيريا هي اللي بتنتج إنزيمات القطع المحدد فأنا بدي أسمي هاي الإنزيمات على هوامين تبعا لنوع البكتيريا اللي أنتجتها طيب بدنا نشوف كيف تسمت إنزيمات القطع المحدد تبعا لنوع البكتيريا اللي بتنتجها في عنا هاي البكتيريا إشريشيا كولاي أر هاي عبارة عن بكتيريا المعروفة باسم إي كولاي طيب إحنا بنعرف إنه الكائنات لها تسمية علمية شو هي التسمية العلمية؟ الإشريشيا هي عبارة عن جنس البكتيريا كولاي هي عبارة عن نوع هذه البكتيريا والآر هي عبارة عن سلالة هاي البكتيريا فإذن التسمية العلمية هي عبارة عن جنس نوع وسلالة لما بدنا نسمي إنزيم القطع المحدد لهاي البكتيريا كيف بدنا نسميه؟ من الجنس إشريشيا بدي أخذ أول حرف اللي هو الإي من النوع بدي أخذ أول حرفين السي والأو من السلالة بدينا ناخد الأر فبيصير عنا اسم الإنزيم إيكو آر بما إنه هذا الإنزيم كان أول إنزيم قطع اكتشف لهذه البكتيريا فبدنا نحط له إشي يدل عليه اللي هو رقم واحد باللاتيني فبيصير عندنا اسم إنزيم القطع المحدد لهاي البكتيريا إيكو آر ون ون اللي هي عبارة عن إيش؟ إنه هذا أول إنزيم قطع محدد اكتشف لهذه البكتيريا طيب شو الأسئلة اللي ممكن تجيني على تسمية الإنزيم؟ ممكن يجيني إلى ماذا تشير الرموز؟ الإي بدي أحكيله هي عبارة عن الجنس السي والأو هي عبارة عن النوع الار هي السلالة والون اللي هو أول إنزيم قطع محدد اكتشف لهذه البكتيريا ممكن يجيب لي اسم البكتيريا ويحكي لي شو اسم الإنزيم اللي اكتشف لهاي البكتيريا أو أعطيني اسم الإنزيم القطع المحدد لهاي البكتيريا بدنا نشوف مثال تاني ثيرماس أكواتيكاس واي طبعا هون هل حدد لي إنه هذا الإنزيم هو أول إنزيم قطع محدد ولا ثاني ولا ثالث إنزيم قطع محدد؟ ما حدد لي فمجرد ما إنه ما يحدد لي أنا لحالي بدي أضيف له الون اللي هو أول إنزيم قطع محدد اكتشف لهذه البكتيريا كيف بدي أسمي هذا الإنزيم؟ من الجنس اللي هو الثيرماس بدي أخذ التي وبدينا ننتباهي إنها بدها تكون كابيتل من النوع أكواتيكاس بدي أخذ أول حرفين A و Q من السلالة بدي أخذ ال Y بعدين بدي أحط One اللي هو أول إنزيم قطع محدد اكتشف لهذه البكتيريا في هون أمثلة هاي معاكم أنتو اتجربوا فيها طبعا هون هاي اتنين وهااي تلات طبعا الأرقام اللاتينية بدكم تكونوا عارفينهم على الأقل من واحد لخمسة عشان إذا إجاكم أي إشي في الامتحان تقدروا تجاوبوا بعد ما حكينا عن أساس تسمية إنزيمات القطع المحدد وعرفنا إنه بأخذها من نوع البكتيريا اللي بنتج هذا الإنزيم بدي أعرف إنزيمات القطع المحدد لما تروحها للDNA بتقطع في مكان معين على أي أساس بتعرف هذا المكان في عنا مناطق تعرف خاصة بهاي الإنزيمات كل إنزيم إلو منطقة تعرف خاصة فيه لحاله فبالتالي بيقدر يقطع الDNA في هذا المكان طيب بدنا نشوف مناطق التعرف هاي كيف بتكون عنا هون سلسلتي DNA الDNA الوحدة البنائية إلو النيوكليوتيد النيوكليوتيد بتكون من فوسفات وسكر ريبوزي منقص الأكسجين والقاعدة النيتروجينية اللي هي أدينين أو ثايمين سايتوسين أو إيقوانين طيب سلسلتي الDNA اللي قبال بعض هاي عنا سلسلة وهاي سلسلة سلاسلة DNA هدول منلاحظ إنه لهم نهايتين السلسلة الأولى بتكون من ثري برايم لفايف برايم السلسلة الثانية منلاحظ إنها بتكون بالعكس هاي بلشت بثري برايم اللي قبالها بدها تبلش بفايف برايم ومن فايف برايم لثري برايم هادا الإشي بيش بيفيدنا؟ بيفيدنا نعرف مناطق التعرف الخاصة بإنزيمات القطع المحدد كيف؟ عنا هاي سلسلتين DNA فيهم القواعد النيتروجينية اللي هي بتهمني واللي هي بتكون متغيرة في سلاسلة DNA منلاحظ إنه هان عنا من فايف برايم لثري برايم وفي عنا هون بالعكس من فايف برايم لثري برايم تكون في الاتجاه المعاكس شو هي اللي برايم اللي هي الشحطة اللي موجودة هون فعشان هيك سميناها ثري برايم وفايف برايم طيب بنتطلع على السلسلة اللي فوق بيكون اتجاه نظرنا من الفايف برايم لثري برايم بدنا نشوف وين بيكون عندي تتابع الـ DNA تتابع القواعد النيتروجينية نفسه بالسلسلتين عنا هون A A G C T T هذا التتابع من فايف برايم لثري برايم منلاقي إنه بالسلسلة الثانية من فايف برايم لثري برايم راح نلاقي نفسه تحتي مباشرة A A G C T T فإذن لما يكون التتابع نفسه بالسلسلتين بدنا ننتبه اتجاهنا كيف بده يكون يعني زي بالسيارة بالشارع بيكون في عنا جهة رايحة وجهة راجعة تمام فبدي اتطلع الجهة اللي فوق بدي اتطلع دائما اتجاه نظري من فايف برايم لثري برايم في السلسلتين فلما أشوف المنطقة اللي تتابع فيها متشابه بين السلسلتين هاي هي عبارة عن منطقة التعرف فإذن لما أشوف بالسلسلتين نفس التتابع للقواعد النيتروجينية أو نفس التتابع للنيوكليوتيدات هون بكون عندي هاي هي منطقة التعرف الخاصة بهذا الانزيم وهذا التتابع بيكون طوله من أربعة لستة نيوكليوتيدات من أربعة لستة نيوكليوتيدات طبعا احنا ما بهمنا النيوكليوتيد منطلع عمين نطلع على القواعد النيتروجينية اللي في النيوكليوتيد لأنه الفوسفات والسكر الريبوزي هم متشابهين في طول السلسلة من المتغير القواعد النيتروجينية فإذن التتابع هاد من النيوكليوتيدات بيكون بين أربعة لستة النيوكليوتيدات على الدياني بيكون نفسه في السلسلتين فبالتالي هاي بسميها منطقة التعرف الخاصة بهذا الانزيم طيب عندي انزيم هند ثري هذا الانزيم بيقطع الدياني بين القاعد النيتروجينية أدينين وأدينين شو بدي أعمل؟ بيجي الانزيم على الدياني دايما الحركة من فايف برايم لثري برايم بيجي على فايف برايم لما يشوف منطقة التعرف بيوقف هو بيقطع بين أدينين وأدينين شو رح يعمل؟ رح يقطع بين أدينين وأدينين بعدين رح يمشي يكمل طريقه لما يلاقي على السلسلة الثانية أدينين وأدينين رح يرجع يعمل قطع ثاني طيب هلأ هاي قطع الدياني كيف أنا بدي أطلع هاي القطع رح أخذ السلسلة الأولى هاي القطعة الأولى بوقف لهون لأنه صار عندي القطع بين الأدينين والأدينين تحتيها شو رح تكون بأخذ لمكان القطع فهاي عنا القطعة الأولى من الدياني القطعة الثانية شو رح تكون ببلش من فوق تحتيها رح ناخذ من هون بوقف لما عند مكان القطع فبالتالي هاي بتكون عندي القطعة الثانية فإذن انزيمات القطع المحدد بتشوف منطقة التعرف اللي هي عبارة عن تتابع معين من النيوكليوتيدات هذا التتابع بيكون بين 4 ل 6 النيوكليوتيدات على سلسلتين الدياني وبكون نفسه على السلسلتين بعدين بعمل قطع بين قاعدتين نيتروجينيات وبينتج عندي قطعتين من الدياني طيب نتطلع على قطع الدياني منلاحظ انه هون في عنا جزء غير مرتبط بأي اشي ما في قباله سلسلتانية مكملة اله فبالتالي هاي منسميها قطع مفردة لما يكون انزيم القطع المحدد يقطع الدياني ويكون لي قطع فيها جزء مفرد يعني لحاله مش مربوط باشي تاني ما في قباله سلسلة مكملة اله فبنسمي هاي النهايات نهايات لزجة شو بنسميها نهايات لزجة طيب هلا بدنا نشوف مفهوم مناطق التعرف زي ما حكينا تتابع معين من يوكليوتيدات بيكون بين اربعة وستة وهاي نيوكليوتيدات بيكون التسلسل متماثل في منطقة التعرف بين سلسلتي الدياني ولازم نحط انه متماثل او بيكون التتابع من نيوكليوتيدات نفسه وهاي العبارة موجودة في الكتاب ولازم نحفظها كتير منيح في عنا هذا مثال الكتاب اللي هو منطقة التعرف للإيكو آر ون اللي هي جي اي اي تي تي سي ومنلاحظ انه التتابع من منطقة الفايف برايم لثري برايم هي نفسها من منطقة الفايف برايم لثري برايم في السلسل التانية فهاي منسميها منطقة التعرف اما القطع الإيكو آر ون بقطع بين القاعدة النيتروجينية جوانين وادينين ومنلاحظ انه كل انزيم قطع محدد له منطقة تعرف خاصة فيه وإله مكان محدد بيقطع فيه بين قاعدة وقاعدة منلاحظ هون انه بطلع عندي برضو قطعتين كل قطعة فيها سلسلة مفردة هاي سلسلة مفردة وهاي سلسلة مفردة سلسلة مفردة معناته بتكون عندي نهايات لزجة هل كل انزيمات القطع المحدد بتنتج لنهايات لزجة بكون في عندي سلسلة مفردة لا مش شرط في عنا نهايات لزجة وفي عنا نهايات غير لزجة نهايات اللزجة هي عبارة عن قطع اطرافها سلاسل مفردة من النيوكليوتيدات مثل ما شفنا بالمثال السابق ليش سميناها نهايات لزجة لانه منقدر نجيب جزء من الدي ان اي مكمل لهاي النهاية المفردة ونلزقه فيه او نربطه فيه بانزيم الربط اللي رح نتحدث عنه كمان شوي مثل ما شايفين هون بالصورة منقدر نجيب سلسلة بتبلش هون ادنين ادنين ثايمين ثايمين وهون بتكمل فبالتالي منقدر نجيب قطعة دي ان اي تانية بتبلش نهايتها اللزجة ادنين ادنين ثايمين ثايمين ونربطها مع هاي القطعة طبعا ليش ما استخدم مثلا انا هاي القطعة واربطها فيها هاي القطعة فيها الصفات الاديمة اللي انا ما بدي اياها اما هاي القطعة فيها الصفات المرغوبة فبجيبها بحطها عند هذا الدي ان اي بستخدم انزيم ربط لحتى اربطهم مع بعض وتكمل العملية رح رح نيجي لهاي الشغلات بتفصيل اكبر لاحقا خلال الدرس وخلال الدروس القادمة طيب فاذا هذا النوع الاول اللي هو النهايات اللزجة النوع التاني اللي هو نهايات غير لزجة هاي النهايات اطراف السلاسل فيها ما بتكون مفردة يعني بيكون شكلها مثل هيك عنا قطعتين هل في سلسلة مفردة في سلسلة لحالها ما في قبالها اشي مكمل لها لا فبالتالي هاي القطع اللي بيكون فيها نهايات غير لزجة استخدامها بيكون محدود في تكنولوجيا الجينات ليش لانه الاتحام هاي النهايات بقطع تانية بيكون كتير صعب طيب في عنا عبارتين بتعلقوا بانزيمات القطع المحدد انزيم القطع ينتج نهايات غير لزجة انزيم القطع لا ينتج نهايات لزجة الفرع عندي كلمة لا وغير لزجة منلاحظ هون انه انزيمات القطع بتنتج نهايات لزجة وغير لزجة فهاي العبارة صحيحة انزيم القطع لا ينتج نهايات لزجة طبعا هون هل هو ما بينتج لا بينتج نهايات اما لزجة او غير لزجة فمنلاحظ هون انه في عندي عبارتين كتير من الطلاب بيخربطوا بيناتهم انه وين النفي انا ايش اللي عم بن فيه هون عم بن فيه انه ما بتنتج اصلا نهايات لزجة وهون عم بن فيه انه او بحكي انه هاي النهايات هي غير لزجة فبننا ننتبه للفرق بين العبارتين طيب اذا حكينا عن انزيمات القطع المحدد عرفنا شو هي الانزيمات عرفنا شو مناطق التعرف عرفنا من وين مناخد هاي الانزيمات هلأ بدنا نتعرف على انزيمات ربط الدي اناي حكينا لما يصير في عندي قطع في الدي اناي وخاصة لما ينتج عندي نهايات لزجة حكينا عنه بنستخدم اشي اسمه انزيم ربط الدي اناي انزيم الربط الدي اناي هات شو بدي اعمل فيه انزيمات الربط لها استخدامين الاول اني اربط سلسلتين دي اناي مع بعض والاستخدام التاني اني اربط نهايات جزي اي دي اناي مع بعض يعني لما اربط سلسلتين دي اناي يعني السلسلة مع السلسلة المقابل الها بربطهم مع بعض بربط القاعدة النيتروجينية مثلا الادينين مع الثايمين بروابط هيدروجينية او الاستخدام التاني اللي هو بنربط نهايات جزي اي دي اناي يعني لما يكون عندي هون هاي نهاية وهاي نهاية بربطهم مع بعض فهاي بتكون الاستخدام التاني لانزيمات الربط طيب شو الهدف من استخدام انزيم الربط لحتى اكون جزي دي اناي واحد بكون شو مالو معدل جينيا وهذا الاستخدام بيكون تحديدا في ايش في تكنولوجيا الجينات اذا هون عندي جزي دي اناي اصلي هون عندي جزي دي اناي في المادة المعدلة جينيا لما اعمل الربط بين هدول السلسلتين شو بصير بتكون عندي جزي دي اناي معدل جينيا ومنلاحظ هنا انه صار عندي جزي دي اناي واحد مترابط طيب هيك حكينا عن انزيمات القطع المحدد انزيم رابط دي اناي بيضل عندنا انزيم بلمرة دي اناي متحمل الحرارة طيب بدنا نشوف معلومات عن هذا الانزيم اولا بلمرة دائما بتعني بناء طيب هاي الانزيمات اللي هي عبارة عن انزيم بناء دي اناي متحمل الحرارة من وين منستخرجه؟ من وين مناخده؟ من بكتيريا بتعيش في الينابيح الساخنة عشان هيك هو بيقدر يتحمل درجات حرارة مرتفعة طيب لايش بستخدمه؟ بستخدمه لحتى ابني سلسلة مكملة لسلسلة دي اناي الاصلية وين بستخدمه؟ بستخدمه بالPCR اللي هو تفاعلات انزيم البلمرة المتسلسل وهذا الاشي رح ناخده في الدرس القادم تمام؟ فاذا هلا شو علينا نعرف؟ البلمرة يعني البناء بستخرجه من بكتيريا بتعيش في الينابيح الساخنة عشان هيك هو بيقدر يتحمل درجات حرارة عالية بايش بستخدمه؟ بستخدمه لحتى ابني سلسلة مكملة لسلسلة دي اناي الاصلية وين؟ في الPCR اللي رح ناخده لاحقا طيب اذا هيك منكون خلصنا اول شغلة من ادوات تكنولوجيا الجينات وموادها اللي هي انزيمات الحمض النووي هلأ بدنا نشوف نواقل الجينات نواقل الجينات شغلتين بلازميدات وفيروسات متى بستخدم لبلازميدات؟ متى بستخدم الفيروسات؟ هلأ رح نشوف طيب شو وظيفة نواقل الجينات هاي؟ وظيفتها الاساسية شفتوا قطع الدي اناي اللي اخدناها من انزيمات القطع المحدد؟ بدنا ننقولها لوين؟ للخلايا الهدف اللي هي الخلايا اللي انا بدي اعدلها جينيا فانا اخدت الصفة المرغوبة على الدي اناي وبيدي انقلها للخلايا الهدف او الخلايا المستهدفة لحتى نعدلها جينيا فهاي هي الوظيفة الاساسية لنواقل الجينات قبل ما نحكي عن نواقل الجينات بالتفصيل بدنا نتذكر شو هي اشكال الدي اناي الدي اناي له شكلين اما حلقي او لولبي او منسميه حلزوني الحلقي هاد منسميه بلازميد فالدي اناي لما يكون شكله حلقي بسميه بلازميد اما لما يكون شكله لولبي او حلزوني اللي احنا متعودين عليه هذا بكون اللي هو الدي اناي المتعارف عليه الدي اناي الحلقي بكون موجود تحديدا في البكتيريا طيب هاي المعلومات بايش رح تفيدنا شو بدي فيه هذا الحكي اكيد رح نستفيد منه لانه احد نواقل الجينات هو عبارة عن بلازميد هذا البلازميد هو عبارة عن ايش؟ دي اناي لكن شكله حلقي هذا البلازميد هو ناقل للجينات اكيد ما احنا منحكي عن نواقل الجينات فالبلازميد بده يكون هو عبارة عن ناقل للجينات وهو عبارة عن جزيء دي اناي حلقي تمام؟ لهون امورنا ما فيها اي مشكلة معلومات اساسية هلأ هذا البلازميد له شغلة مميزة فيه انه هو بيقدر يعمل تضاعف ذاتي شو بستفيد من التضاعف الذاتي؟ بكتر من الدي اناي اللي فيه الصفات المرغوبة فبالتالي لما اجي بدي احطه في الخلايا الهدف اللي هي بدي اعدلها جينيا بكون عندي عددي كبير من ايش؟ من الدي اناي اللي بيحمل هاي الصفات والبلازميد هو اول ناقل جيني استخدمه في نقل قطع الدي اناي لحتى نعدل جينيا هل بقدر استخدم اي بلازميد كناقل جيني؟ ولا لازم يكون فيه صفات محددة؟ طيب في عندي مواقع مهمة لازم تكون موجودة على البلازميد اللي بقدر استخدمه كناقل جينات شو هي هاي المواقع؟ الموقع الاول اللي هو موقع تعرف انزيمات القطع المحدد شو يعني؟ يعني هذا الموقع لازم لما ييجي انزيم قطع محدد يقدر يتعرف عليه ويعمل فيه قطع لازم يقدر يتعرف على التسلسل النيوكليوتيدات الموجود فيه بالتالي بيعمل فيه قطع حتى نقدر نضيف الدي اناي اللي فيه الصفات المرغوبة لهذا البلازميد طيب الموقع التاني اللي هو موقع مسؤول عن تضاعف البلازميد ذاتيا لحتى يساعد البلازميد انه يتكاثر لما احط فيه قطع الدي اناي المرغوبة الموقع التالت واللي هو مهم جدا موقع جين مقاومة احد المضادات الحيوية والمثال هذا الامبيسيلين بدنا نكون حافظينه هو المثال على مواقع في البلازميد طيب شو اهمية هذا الموقع؟ هلا لما يكون البلازميد قادر على انه يقاوم احد المضادات الحيوية بالتالي لما يكون في عندي عينة فيها بكتيريا هاي البكتيريا مش بس فيها البكتيريا اللي انا اخذتها فيها عدة انواع لما احط فيها مثلا مضاد حيوي الامبيسيلين شو رح يعمل هذا المضاد؟ رح يقضي على كل البكتيريا ما عدا البكتيريا اللي بتقدر تقاوم هذا المضاد الحيوي فبالتالي بسهل علي افصل البكتيريا اللي بتحتوي على الدي انا اي المعدل جينيا فبالتالي بتسهل علي افصل البكتيريا اللي فيها البلازميد المعدل جينيا فهونا ممكن يجينا اهمية موقع جين مقاومة احد المضادات الحيوية أو يحكي لي يجب أن يحتوي البلازميد على هذا الموقع نحكي لهم لتسهيل فصل البكتيريا اللي بتحتوي على البلازميد المعدل جينيا طيب هاي بالنسبة للبلازميد اللي هو ناقل جينات شماله موجود في البكتيريا البلازميد هو ناقل جينات نقدر نستفيد منه موجود في البكتيريا طيب وحكينا في عنا مواقع مهمة هاي المواقع حفظ أسماءها وين موجودة بالضبط وكل موقع شو أهميته أو شو بيعمل طبعا موقع مسؤولة عن تضاعف البلازميد معروفة ما بدها تفاصيل كتير نيجي لنواقل الجينات الثانية اللي هي الفيروسات هاي الفيروسات مهمة جدا متى بقدر أستخدم الفيروسات؟ باستخدمها لما تكون قطع الـ DNA اللي بدي أن أقولها حجمها كبير إذن لما يكون حجمها صغير بقدر أستخدم البلازميد الموجود في البكتيريا أما لما يكون حجم قطع الـ DNA كبير باستخدم مين؟ الفيروسات كناقل للجينات طيب من الأمثلة على فيروسات باستخدمها كناقل جينات فيروس اسمه فيروس آكل البكتيريا طيب كيف هاي الفيروسات بدي أستخدمها كنواقل جينات؟ شو بدنا نعمل؟ أول إشي بدنا نستخدم إنزيم قطع محدد لنقطع جزء من DNA الفيروس بعدين نجيب الـ DNA المرغوب أو اللي فيه الصفات المرغوبة ومنعمل ربط بإنزيم ربط في DNA الفيروس بعدين شو بيصير في عنا؟ بيتكون عنا فيروس معدل جينيا فإذن بدنا نشوف هاي الخطوات أولا بيكون في عندي DNA الفيروس في عنا جزء معين بدي أستبدله بـ DNA الصفة المرغوبة فشو بعمل؟ نعمل قطع باستخدام إنزيم القطع المحدد وممكن تيجينا الصور وإجت في سنوات سابقة وحاطين لي مجاهيل سين صادعين إلى آخره وشو هذا الرمز بدل على مثلا إنزيم معين أو عملية معينة تمام؟ طيب فإذن أول إشي بنعمل قطع لـ DNA الفيروس بعدين منجيب القطعة اللي فيها الصفات المرغوبة قطعة من الـ DNA اللي بدي أضيفها على DNA الفيروس وشو بعمل؟ بعمل ربط باستخدام إنزيم ربط الـ DNA فإذن جبت DNA الفيروس عملت فيه قطع بعدين جبت القطعة المرغوبة وعملت لها ربط بتكون عندي في النهاية فيروس معدل جينيا طيب هلأ أنا واقع للجينات بتاخد الجين المرغوب فيه أو الـ DNA اللي بيحمل الصفات المرغوبة وبيوديها للخلايا الهدف ليش هاي العملية يفسر لحتى إنعدل هاي الخلايا جينيا طيب شو هي الخلايا المستهدفة؟ كل خلية أو كل نوع من الخلايا شو أهمية نواقل الجينات فيه؟ ليش باستخدم نواقل الجينات؟ رح نبدأ بنوع نوع النوع الأول اللي هو خلايا الإنسان إيش أهمية استخدام نواقل الجينات في هاي الخلايا؟ لحتى نعمل معالجة جينية لخلايا الإنسان طبعا بدنا ننتبه ورح نحكي عنه في الأبعاد الأخلاقية إنه أنا ما بصير أغير بصفات عادية مثلا أنا بدي أغير بلون العيون بدي الولد يكون لون عيونه أزرق مثلا ولا بني ولا بنفتحي فأنا ما بقدر أغير بلون العيون لأنه هاد بصير يدخل في الحرمة الشرعية لكن أنا بقدر أغير بصفات إذا كان الشخص عنده أمراض معينة أو ممكن الطفل يطلع عنده اختلالات فأنا بقدر ألعب في الجينات شوي لحتى أعالجها جينيا وألغي هاي الصفات الممرضة أو اللي بتسبب اختلال النوع الثاني من الخلايا اللي هي الخلايا النباتية ليش بستخدم نواقل الجينات ليش بعدلها جينيا لحتى أحسن من صفات هاي النباتات مثلا بدي نبات يكون بيقاوم الأجواء الحارة ونفس الشي بالنسبة للنوع الثالث من الخلايا اللي هي خلايا حيوانية برضو لحتى نحسن من صفاتها مثلا بدنا يكون الحيوانات تعطي حليب أكتر أو تعطي لحم أكتر أو حسب إحنا شو بدنا من هاي الحيوانات النوع الرابع واللي هي عبارة عن خلايا البكتيريا ليش بدي أعدل خلايا البكتيريا جينيا هلأ كتير منستخدم البكتيريا في إنتاج مواد علاجية كتير منستخدم البكتيريا لحتى ننتج الأدوية طيب هلأ لما أنا بعدل خلايا البكتيريا بقدر أنتج مواد علاجية أمثلة عليها اللي هي هرمون الإنسولين وهرمون النمو طيب فإذن في البكتيريا إحنا شو منعمل منحط الـ DNA اللي فيه إنتاج لهرمون الإنسولين أو إنتاج لهرمون النمو منحطه في البكتيريا في البلازميد وبعدين البلازميد بيصير يضعف ذاتيا وبصير عنا أعداد هائلة منه شو بتصير هاي البكتيريا تعمل بتصير تنتج هرمون الإنسولين أو هرمون النمو فبالتالي بنستخلص هاد الهرمون منه وبنستخدمه في الأدوية هيك منكون خلصنا أدوات تكنولوجيا الجينات وموادها هلأ بدنا نشوف أسئلة وزارية على هذا الدرس بدنا نشوف هاي الأسئلة من 2020 أي الآتية في البلازميد تسهل فصل البكتيريا التي تحوي البلازميد المعدل جينيا هلأ حتى أفصل البكتيريا اللي فيها البلازميد المعدل جينيا شو بدي أعمل في باقي البكتيريا بدي يكون في عندي موقع جين مقاومة نوع من المضادات الحيوية ماذا تمثل المنطقسين في الشكل المجاور المنطقسين هي عبارة عن نهاية لزجة أي الإنزيمات الآتية تنتجها أنواع عدة من البكتيريا للتخلص من الفيروسات التي تهاجمها؟ شو الإنزيم اللي بتنتجها هاي البكتيريا؟ تنتج إنزيم القطع المحدد حتى الدافع عن نفسها إلى ماذا يشير كل من إيكو وآي اللي هو رقم واحد على التوالي في إنزيم القطع المحدد إيكو آر ون الآن الإي هي عبارة عن الجنس والكو هي عبارة عن النوع فإذن الأولى بدها تكون جنس ونوع الآي أو الوان هو عبارة عن أول إنزيم قطع محدد اكتشف لهذه البكتيريا يوضح الشكل المجاور المواقع المهمة في البلازميد الذي يستخدم كناقل جينات المطلوب ما رقم الموقع المسؤول عن تضاعف البلازميد بدنا نكون حافظين وين مكانه اللي هو بده يكون هون رقم واحد عنا هذا السؤال بدنا نشوفه من 2019 شتوي أي الآتية تمثل منطقة التعرف لإنزيم قطع ماء منطقة التعرف اللي بيميزها لازم تكون تسلسل نيوكليوتيدات نفسه في السلسلتين من 5' ل3' فبدي أطلع على كل خيار من هدول وأشوف مين اللي بيكون التسلسل نفسه هون هاي بلشنا بA وهون بلشنا بC فإذا نعطوا البلغي هون بلشنا بA وهون بلشنا بG عطول بلغي هون بلشنا بA هون بلشنا بT عطول بلغي طلع عندي هون بلشت G G G G C C C C C فإذا الإجابة رح تكون بA هاي الأسئلة رح تكون معاكم واجب تحلوها الأسئلة على هاي لدروس شوي محدودة لأنها مادة جديدة فما في عليها أسئلة من سنوات سابقة كتير إجابات أسئلة الوزارة رح تكون موجودة بتعليق أسفل الفيديو بعد أسبوع وأي سؤال فيكم تسألوه في التعليقات لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بنزل وشوفوا فيديوهات سابقة لحتى تستفيدوا ويعطيكم العافية